النهاردة بصراحة بعد فرحة انبارح بعد اللي عملنا انبارح بعد ما قدرنا نكسب السنغال المنتخب القوي جدا في ملعبنا هدف دون رد ان احنا نبقى المنتخب الوحيد اللي من التصنيف التاني في هزي المرحلة النهائية من التصفيات ويكسب المباراة يا اما منتخبات من التصنيف التاني خسرت يا اما تعادلت لكن احنا بس اللي من التصنيف التاني اللي كسبنا منتخب من التصنيف الاول بعد الفرحة دي حبيت ايكلم مع حضراتكم شوية هو احنا فعلا كويسين ولا مش كويسين هو احنا فعلا منتخب قوي ولا مش منتخب قوي احنا معانا مدير فني كبير ولا لا قلت دردش معاكم وقبل ما دردش او قبل ما افتح الحوار او قبل ما افتح القصة او قبل ما اقول رأيي الشخصي اللي هو رأيي في النهاية او في البداية والنهاية ده رأيي مجرد رأيي خلينا نتفق على حاجة كلنا كده مع بعض حضرتك وانا وكل الناس الميت مليون مصري كلهم بدون استثناء عايزين يشوفوا منتخبهم في كأس العالم واحد اتنين عايزين يشوفوا منتخبهم افضل منتخب القرارة الافريقية تلاتة عايزين يشوفوا تشكيلة منتخب مصر في 11 لاعب محمد صلاح اللي هم يعني الولد كلاس اللي هم افضل لاعبين في العالم مش اربعة اربعة ودي نقطة مهمة جدا ان الناس عايزة طول الوقت وده حقك كحلم او بتفكر انك تشوف منتخبك بيلعب كرة ممتعة كرة هجومية وكرة رائعة وبتسجل هداف هدف واثنين وثلاثة واربعة تمام كلنا نفسنا نيبقى كده دي الأحلام المنطقية اللي ممكن نوصل لها ان شاء الله في المستقبل لما نيجي بقى على الواقع الواقع بيقول ايه؟ الواقع بيقول ان احنا منتخب جيد بس احنا مش افضل منتخب في الكار دلوقتي سيبكوا اركن شوية موضوع التاريخ العظيم لمنتخبنا الوطن افضل منتخب في الكار على مر التاريخ نعم ده بحكم الاركاب والبطولات والانجازات وكل شيء ماشي معاك ده التاريخ الحاضر بيقول ايه؟ الحاضر بيقول ان احنا مش افضل منتخب في الكار وممكن ما يبقاش بين افضل خمس منتخبات في الكار ولو على التصنيف اللي خلنا في القرعة دي تصنيف تاني فاحنا فعليا مش موجودين في الخمسة الكبار الخمسة التصنيف الاول احنا في الخمسة التصنيف التاني حلو؟ فواقعيا دلوقتي وانا بكلمك انت مش تصنيف اول انت مش اكبر منتخب في الكار الافريقية ورغم كل ده او رغم المكانة دي دلوقتي انت واصل نهاية كأس الامم الافريقية واصل لاخر نقطة في هذه البطولة لحد ما وصلت ضربات الترجيح اللي هي ضربات الحظ وخسرت واصل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم فايز في المباراة الاولى مباراة الزهاب في تصفيات كأس العالم رايح مباراة العودة وانت عندك الافضلية او انت عندك مكسب الهدف اللي انت سجلته هنا عندك كل حاجة جيدة تقريبا كل حاجة يعني تقترم من المثالية كنا نقول مثالية لو كنا نكسبنا كأس العالم الافريقية بس تقترم من المثالية احنا بقى كجمهور او كمتابعين او كمشاهدين عايزين ايه من المدير الفني لمنتخم مصر اللي بقاله ست شهور معنا يعمل ايه تاني هتقول لي لا مهما ينفعش يفضل يلعب دفاعي كده ومش عارفين ننقل كرة ومش عارفين نسلم كرة انا واخد عهد على نفسي لحد ما ان شاء الله بإذن الله نصعد كأس العالم يوم الثلاث وهبقى اخش معاكم في حوار وحكايات هو جودة اللعبين عندنا عامل ازاي بس مش عارفين دلوقتي وبالمناسبة احنا عندنا جودة كويسة عشان ما يفهمش من كلام ان انا شايف انه لعبتنا سيئة لا لعبتنا رائعة وهيلين بس هكلمكو كتير جدا بعد يوم الثلاث ليه احنا مش في نفس المستوى ليه لازم ندوس بنزينة على الاخر ونلعب بروح وحماس وامور كده مثلا اللي هو ايه اللي هو يعني لازم نبقى عندنا الحماس والبطولة والرجولة عشان نكسب ليه لازم ندوس بنزينة على الاخر مزاي المنتخب السينغالي ومنتخبات الكبيلة واللي عندها لعيبة عظيمة اللي هو بيلعب بيلعب كرة عدية مش محتاج يعني يناحر جدا او يدوس جامد ليه هقولك بس بعد يوم الثلاث بس خينواقعين بقى دلوقتي مدير فني عارف امكانيات لعبيه بشكل جيد اللي هي مش لقليلة ولا كبيرة امكانياتي انا عارف انا معي الكواليت بتاع اللعبين ده عامل ازاي فبشتغل عليه بالشكل الزكي الزكي حط تحتها قلب في خط الزكي انك توصل لاهدافك انك توصل لاهدافك هو بيشتغل كده ومش عايز اقولك الاهلي وزبادك ما بيعملوا ايه في البطولة الافريقية تكونت ديش شايف فانت هنا بتتكلم في مدرب قدر ياخد من اللعبين اقصى امكانياتهم ياخد من اللعبين تمركزات دفاعية وهجومية جيدة ياخد من اللعبين شغل فني واخطة جيد فده مدير فني ده مدير فني وموضوع الدفاع موضوع الدفاع زي ما قلت في المقدمة برتغال صعدت فاحسن توالت في مجموعتها في كأس الامم الاوروبية وخدت كأس اوروبا بالدفاع وبس وعندها لعبين هايلين في الهجوم بالدفاع وبس طبعا معهم كريستيانو بالدفاع وبس فرنسا معها تشكيلة رائعة من اللعبين هجوميا خالد كاس العالم عشانية المنتخب اللي بيدافع بشكل افضل 2006 ايطاليا اشوف ببعيدك اهو ايطاليا خالد كاس العالم بالدفاع اتليتكو مدريد كسب دوري اسبانيا دوري اسباني لليجا من ريال مدريد كريستيانو رونالدو وبرشلونة ليونيل ميسي بالدفاع هل جماهير اتليتكو مدريد قالت لديجو سيميوني لا احنا قاسفين مش عايزينك انت ادائك ممل ادائك يزهق احنا مش طيقين اللي انت بتعمله في الكورة ده لا ده الراجل بيتكسبنا دوري ما هو الطبيعي اللي احنا اصلا ما نكسبش دوري بسوط جميع اتليتكو مدريد يعني لما يبقى فيه ديال مدريد وبرشلونها بكل نجومهم دول لا احنا مش هناخد دوري فقول انه ياخد الدوري بأي طريقة يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا طيب نروح بعيد ليه قوي تعالوا نقرب شوية من شهر تقريبا شهر تحديدا ريال مدريد كان بيلعب مباراة الزهاب في دورة بطالة اوروبا قدام باريس سان جرمان في فرنسا باريس سان جرمان عنده نجوم رائعة من اللعبين اسماء مش طبعية ميسيوم باب بيه ونيمار ما كانتش بيلعب مباراة دي وديمارية وفيراتي وعد بقى كل قوم ماركين يوسف الدفاع ودونان روما في حراسة المرمى عنده تشكيلة من اللعبين رائعة ومش طبعية ريال مدريد قال له عن شلوتي المديل الفني ريال مدريد مع مين بقى في نص الملعب مع لوكا مودريتش مع توني كروس مع كازيميرو مع ديفت ألبا في الدفاع مع ميليتاو في الدفاع مع على الشمال أسرع باكليفت في العالم مندي مع اليمين مدفع وزهير أيمن خبرة جدا كربخال زهير أيمن منتخب الأسباني مع كريم بنزيمة مع فينيسيوس ونزل قدام باريس سان جرمان في فرنسا واقف في تلت ملعبه الأخير مش في نص ملعبه في تلت ملعبه الأخير له له هدف كده المبابي اللي جي في ديار 94 كان خرج من المبارازة ما هو عايز التعادل ريال مدريد بالتشكيلة دي معان جوم العالم نجوم الأفضل لعبين في العالم ورغم كده عشان في اللحظة دي في اللحظة دي أنشلوتي عارف أنه هو مش أقوى من التشكيلة دي من باريس سان جرمان عمل إيه رجع وراء قال بقى أنشلوتي لا لا ماينفعش أنا ريال مدريد أنا نادي القرن في أوروبا أنا أفضل نادي في العالم قال كده فيه وقعية فيه أرض ملعب بتقول إيه فيه في اللحظة دي مين أفضل منك في اللحظة دي وحلو بقى في الآخر لما رجع في مبارات العودة قدر أنشلوتي بعد ما عمل الشغل الفني اللي عايزه في مبارات الزهب قدر يفوز في مبارات العودة طبعا مع طالله كريم بن زيمة لسجل هاترك وخاد اللي هو عايزه وصعد حد لامه حد قاله لا أنت غلطان ما هو أنت بتشتغل على ضوء إمكانياتك في اللحظة دي ما تبدلتش كل شيء تقول لي لا لا منتخب مصر ما يصح الشيء بالشكل ده منتخب مصر ما ينفعش يلعب بالطريقة دي يا حبيبي يا سيدنا يا محترم يا اللي بيبقى رأيك ده الفكرة أنه أجيال أجيال البرازيل ليها أجيال فيه أجيال بتبقى كويسة جداً البرازيل وفيه أجيال مش كويسة فرنسا ليها أجيال أسبانيا ليها أجيال إيطاليا ليها أجيال الأرجنتين ليها أجيال أما كماك على الأسماء الكبيرة في العالم فيه أجيال بتبقى رائعة ومميزة ومش طبيعية وفيه أجيال بتبقى أقل شوية المهم بقى أنك تعرف وإنت حتى كل شوية الأجيال بتتغير عليك بتحافظ على فكرة أن أنا منتخب كبير هل أنت شفت أبدا كده منتخب مصر يا تراجع كثيرا لا نرجع شوية بناخد خطوتين لورا بس وإحنا بنرجع الخطوتين لورا دول بنعرف نعمل إنجاز بنعرف ننجح بنعرف نقدي بارح الناس أو بعض الناس أو كل من الناس مش قادرة تاخد بالها إحنا باللاعمين باللاعب تشكيلة من اللاعبين بيلعبوا في الدوريات الخامسة الكبرى في الأندية اللي هي أندية الصف الأول مش أندية في النص كمان مش بلعب في الدول الإنجليزي فبلعب في الناديو الصغير لا ألا بلعب في تشيلسي مندي كل بيالي بيلعب في نابل اللي بينافس على الدول الإيطالي ديالله بيلعب في بريس سان جرمان ساديو ماني يعني ساديو ماني ليفربول طبعا يعني مش محتاجة أقول لكم بس أقصد إنه أنت بتلاعب فرقة كلها محمد صلاح ده إحنا عامين نستند على محمد صلاح ونرأي بتحركاته هيعمل إيه في الدفاع وعمل إيه في الهجوم وهيشتغل إزاي ليس تقليلا أبدا من اللاعبين اللي موجودين في المنتخب مصر عشان زي ما قلت في المقدمة لو لو عن الرجولة واللعب بقلب وبحماس ده عندي أحسن من أي حاجة تانية هو ده اللي بيكسبنا على طول أصل ممكن يبقى عندنا جيل رائع جدا من اللاعبين وعندهم فتور ومعندهم شحماس وخلافه وهنخسر وهنتغلب ومش نعمل حاجة ويبقى فرحتي معنا جيل عظيم من اللاعبين وإن كان ده مش معناه إن أنا مش عايزي بقى عندنا جيل عظيم من اللاعبين عايزين 11 محمد صلاح وقته 100 محمد صلاح ليه لأ عشان لو يبقى عندنا القلب ونروح والحمس ده مع إمكانيات كبيرة نروح لأبعض نقاط إحنا عايزين بس في اللحظة دي لازم نبقى واقعيين لازم ندعم مش علي أنا بس يعني على كل الناس ما شاء الله كل الناس بتساند بصراحة إلا إلا قلة قليلة يقول لك أصلاهم يعني أنا بقى مش هطبل وأنا مش هعمل يا سيديا هو في حد بيطبل منتخب بلده وانا بطبل لنادي هو أنا بجامل منتخب مصر يعني هو طبيعي يعني ما كننا مصريين وانت كمان وأنا وكلنا عايزين منتخب مصر يكسب هل في حد منطقة يعني هيجامل منتخب مصر طبيعيا هنساند منتخب مصر اسمها مساندة مش مجاملة اسمها مساندة مش مجابلة وبعدين ببساطة شديدة حضرتك وليه امر عندك طفل عنده امتحانات فجي قالك معلش يصل الامتحاني النهاردة انا حلت فيه وحش مثلا يعني او ما حلتش زي ما انا كنت متخيل هتزعل وتقول لا انت غلطان وعنده امتحان بعد يومين هتبدل تدعم فيه حد ما يخلص الامتحانات ونبقى نشوف النتيجة كلها بنعمل كده يعني حد ما نشوف النتيجة وخلاص قدية الامر يعني احنا بنلعب دلوقتي فمش وقت حساب الحساب لما نخلص خالص وفي نقطة كمان ببناز بالكالدوس كروش اللي انا مقتنع بيه جدا وهو مكسب عظيم جدا وهفضل اكررها ويعني انا انا هتحمل ده مهما كيات النتيجة يوم تلاته ان شاء الله نصعد كاس العالم وانا متفاعل جدا وبإذن الناس عد كاس العالم ومش غير رايش احنا معانا مدير فني مكسب كبير جدا وعظيم ويا رب يا رب يتجدد له بعد ماتش يوم التلاتة بغض النظر اللي هيحصل يا رب عشان ده مشروع عظيم جدا لمنتخم مصر حضرتك انا دلوقتي جيت قلتلي كريم تعالى ابني الكبري مثلا يعني فهي جاتلو بشوية انا مسلا مقاول فهي جاتلو بشوية حاجة والله عايز اسمنت الكواليتي بتاعه كذا عايز شوية رامل على الكواليتي بتاعه كذا فجيت قلتلي لا انا معندش الاسمنت ده ومعندش الرامل ده فهقولك لا مش هينف هنبني الكوبري لا اتصرف انا عايز اوصل للحطة الانك ده بسرعة ومش عايز يبقى الطريق واقف وخلافه فهجي اقولك طب خلاص سيبني اجددلك الشارع ده اشتغلك عالشارع ده مش عمني لك كوبري عشان ما عندكش امكانيات الكوبري هنبني او نجدد الشارع ده وبعد ما نجدد الشارع ده هتلاقي الطريق يسالك وهتوصل بنفس المدة اللي كنا هنوصلها لو عندنا كوبري احنا نوصل نفس القصة انت عندك جيل من اللاعبين قبل قبل ما ييجي قالوا اسكيروش كنا عمين نقولي لا الجيل ده مش هينفع يوصل في اي حد وصل جددنا الشارع بتاعنا مش لازم يبقى عندنا كوبري فجأة مش لازم يبقى منتخب السنغال فجأة محتاجين وقت محتاجين شغل محتاجين جهد المهم ان اللي كان هيوصله للكوبري هيوصله للشارع انا عايزة اوصل كاس العالم ليه احنا بنقمد اتكلم في ايه دلوقتي مش وقت كلام ولا جلد ذات اصلا احنا معندناش مش عارف العاب بيعمل ايه وصل العاب عندنا متعافش اطباق اصلا بش عاب بيعافش استلم كل الكلام ده ينفع يتقال بس مش دلوقتي انا ما بقولش انه ما يتقالش أنا بقول إنه يتقال بس مش دلوقتي أبدا أبدا